السلام عليكم معاكم مسنالي سعيد لو اول مرة تتابعني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديدة اول باول ولو متابعني اعمل لايك للفيديو اعمل شير بفرح جدا بالقومنس اللي بتسيبوا هذه تحت الفيديو ان شاء الله مكملين ازاي نعمل الديالوج احنا اخدنا كلمات الاسئلة وشرحناها كلها النهاردة هناخد الفعل المساعد الهلبنج بيرب او الاكزيلوري بتاعي نركز بقى مع بعض مش عايز اطاول عليكم الفيديو طيب بصوا معايا اي فعل مساعد بيظهر في الجملة بيأثر على الفعل بتاعي فلو لقينا verb to be اللي هو am او is او are حنلاقي الفعل اخر ing لقينا verb to do do وdoes وdid حنلاقي الفعل جاي في المصدر لقينا verb to have حنلاقي الverb بتاعي جاي في الباست لقيت والله will او اي موضل verb حلاقي المصدر بتاعي تمام ادي كلمة السؤال الفعل المساعد بيأثر على الفعل واتي الفعل والفعل بتاعي تمام كده طيب بص يا سيدي كل الأفعال المساعدة اللي موجودة عندنا في الإنجليش اللي موجودة في السؤال هي هي اللي بتنزل في الإجابة ولو موجودة في الإجابة هي هي بتطلعها في السؤال معادة verb to do نركز مع بعض كلا هنا بيقول لي what are you doing are you في السؤال بتتحول في الإجابة لأيام ونزلنا فعل وراها في I-N-G طيب يبقى I am playing tennis جالي تحت I am يبقى حتطلع له في السؤال فوق are you وبرضو بقول له فعل في آخره I-N-G طيب يقول لي where is she going أدي إيز وأدي جوين لما أجي جاوب هعمل الكراس بتاعي وأقول له she is وأكتب going أهي to المكان لأنه بيقول لي where عايز مكان طيب هو قال لي she is going to المكان يبقى أقول له where is she going اللي موجود فوق نزل تحت اللي موجود تحت يطلع تاني فوق في السؤال بيقول لي when were you sleeping where you في السؤال بتتحول في الإجابة لأيواز فأقول له I was sleeping أت وحط الوقت اللي هو بيتكلم عنه طيب هو قال لي تحت I was يبقى هتطلع في السؤال تبقى where you طيب يقول لي what have you got معاك إيه قلت له I have got معايا وكتبت الحاجة اللي بيسأل عنها طيب هو كتب لي تحت I have got يبقى أقول له what have you got where has she been راحت فين هقول له she has been to المكان لأنه بيسأل بwhere عايز مكان طيب هو كتب لي أساسا she has been to مكان فأقول له where has she been تمام هنا how many books will you buy هقول له I will ما كل دي كلمة السؤال أدي الفعل المساعد والفعل هعمل الكراس بتاعي وأقول له I will buy واكتب العدد اللي هو طلبه مش بيقول لي how many طيب هو كتب لي تحت I will buy فأقول له what أو how many books will you buy how will you go to school هتروح إزاي هقول له I will go to school واكتب له الطريقة buy core طيب هو كتبها لي كده أساسا وعطيني وسيلة مواصلات هسأله بها وبعدين أعمل الكراس بتاعه أقول له will you go to school تعالا بقى نشوف دول هما دول اللي فيهم أزمة أساسا كل الولاد بيتلغبطوا فيهم مع إن الموضوع سهل والله بص كده ألاقي do يعني أنا حشيلة do وحط فعل في المصدر ألاقي does يبقى حشيلة does وحط فعل أخره s e s i e s ألاقي did يبقى أنا حشيلة did وحط فعل في الباست سواء باست عادي regular verbs يعني فعل ماضي أخره d e d i e d يأما irregular اللي هو بيتغير من جوبة ات وينت طب يا ميز ده أنا عندي العكس والله يا ابني لقيت فعل في المصدر يبقى الفعل المساعد بتاعك do لقيت فعل أخره s يبقى الفعل المساعد بتاعك does لقيت فعل في الباست في الماضي سواء regular أو irregular يبقى الفعل المساعد بتاعك did فلما يقول لك what do you like do والdoes والdid بيتشاله حنشيل الدو ونسيب الفعل زي ما هو طب هنا where does he go هنشيل الدوز ونزود es هنا يبقى he goes he goes he goes to the cinema طب when did they get up هنشيل الدد ونجيب الفعل نحطه في الباست هنا كان محطوط مصدر لأن do والdoes والdid التلاتة بيجي معهم الverb في الانفينتف طب أنا شيلت الدد قال لي حط الفعل في الباست يبقى he got up at ونحط الوقت يبقى نقول تاني الأفعال المساعدة بتاعتي كلها بتبقى موجودة في الجملة معادة verb to do اللي موجود فوق يا حبيبي هينزل في الإجابة تحت طب موجود في الإجابة تحت هيتطلع في السؤال فوق معادة verb to do do بحزفها وبحط المصدر does بحزفها وحط s وdid بحزفها وحط best عطيك العكس يبقى هنلاقي مصدر هحط do هلاقي s هحط does هلاقي ماضي هحط did بسيطة بسيطة خالص أهي ما فيعيش أي مشكلة الانجليش مش صعب انت بس اللي ما لقيتش حد يفهمهلك كان معاكم ميس نيلي سعيد لو أي حاجة واقفة معاكم يا ولاد حطولي في comments تحت الفيديو وقلولي فيه ايه اللي وقف معاكم وانا هعملكو فيديو وبسطها ان شاء الله تمام ومعاكم ميس نيلي سعيد ومعايا ان شاء الله هتفهم انجليش أكيد السلام عليكم ورحمة الله